اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب أن النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يمثل السبيل الموصلة للأهداف والتطلعات الوطنية والدليل الدائم لتحقيق الإنجازات والمكتسبات من أجل رفعة الوطن ورعاية مصالح المواطنين ونوهت معاليها إلى أن المضامين الرفيعة التي تضمنتها الكلمات السامية لجلالة الملك المفدى لدى تفضل جلالته بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين وإشادة جلالته بالجهود الوطنية التي تبذلها السلطتان التشريعية والتنفيذية لحفظ صنديق التقاعدية تمثل تشريفا وتكليفا في آن ودافعا لمواصلة مسيرة العطاء وذكرت معاليها أن التوجيهات الملكية السامية لتعزيز كافة مساعي الدعم لذو الدخل المحدود بما يلبي لهم ولأسرهم الاستقرار المنشود يعبر عن الدور الإنساني المتواصل الذي يرعاه جلالته أيده الله كما يشكل برنامج عمل وخارطة طريق لمجلس النواب لمواصلة وتعزيز جهوده في رعاية مصالح المواطنين معبرة معاليها عن وافر الامتنان لجلالة الملك المفدى لتأييد جلالته للطرح النيابي الرامي لدعم ذوي الدخل المحدود ورعاية أوضاعهم المعيشية الرامي لدعم ذوي الدخل شكرا